اهلا بكم وبتوقيت مصر حلقة جديدة نتابع فيها تطورات الدعوة للحوار الوطني والتي أطلقها الرئيس المصري أواخر الشهر الماضي ومصير قوائم العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية ووسط بوادر أزمة اقتصادية غير مسبوقة ما سيناريوهات الخروج منها وأيهم أكثر أماناً الذهب أم الدولار أم ثوائد شهادات الاستثمار وختاماً نناقش أوضاع السياحة في مصر بعدما تردد عن قصور في حماية السائحين بعد واقعة تحرش الصبية بسائحتين في منطقة الأهرامات فاصل ويبدأ النقاش ما أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته للحوار الوطني حتى تبارت الكوى السياسية بمصر في وضع ضوابط ومعايير وربما شروط مسبقة لقبول الدعوة التي تحمس لها كثيرون وقلل من جدواها آخرون المتحمسون زاد حماسهم بالإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية بدوء أخضر أو عفو رياسي إلى أن هذه المسألة تحديداً كانت سبباً في الانقسام بين صفوف المعارضة إذ تضمنت قوائم العفو أسماء محسوبة على طيارات بعينها دون طيارات أخرى فهل فاوضة قادة بالمعارضة النظام على أسماء بعينها؟ وما أهداف المعارضة من الحوار؟ هل التوصل إلى نتائج حقيقية أم إحراج النظام الحاكم؟ وهل تمارس المعارضة الديكتاتورية كما يصفها البعض لفرض رأي بعينه؟ أم ماذا تفعل لو صارت الأمور على عكس ما تشتهي سفنها؟ أسئلة كثيرة أترحى على ضيف المعارض البارز أحمد التنطاوي رئيس حزب القرامة برحب بحضرتك أستاذ أحمد أهلاً وزعلاً في البداية كيف تلقيتم الدعوة للحوار الوطني؟ بترقب حذر لماذا؟ لأنه إحنا أمام خيارات صعبة يمكن أن ننتصر فيها لشخصنا ويجب أن ننتصر فيها لوطننا إذا قسنا على التجربة السابقة مع عزيز السلطة طوال الثمان سنوات الماضية لن نكون ملومين بالعكس ربما يعني يرى كثيرون في هذا حصافة إذا تمنعنا لكن من منطلق المسئولية الوطنية هل لديكم رفاهية الامتناع؟ لدينا الحس الوطني الذي يلزمنا بأنه كلما رأينا فرصة لاستنقاذ الوطن لا لطبيض وجه السلطة لا نرفض بل نحاول أن نأخذ دعوات قد يرى فيها البعض مناسبة لعقد كرنفال سياسي لشيء جاد يمكن أن ينتهي لما يفيد الوطن وينقزه من وضع شديد للصعوبة والتأزم مدى قناعتك بأنه ممكن الخروج من الحوار الوطني لنتائج ملموسة تطبق على الأرض؟ احنا طوال الثمان سنوات الماضية كنا بنحكم في إطار عنوان واضح كده ممكن نقول فيه اقتباسا ما تسمعوش كلام حد غير الآن فيه رسالة بتقول أن الوطن يتسع للجميع وأن الخلاف في الرأي لا يفسد لهذا الوطن قضي الإنصاف يقول أنه أنا بقالي ثمان سنين بسمع المؤيدين ووصلت للنتيجة اللي أنا وصلت لها دي صار في النظر عن بنقول للناس فيها هي نتيجة شديدة السوء على كافة الأصعوب ولكن النظام في الحوار الوطني يسمح لي أن أنا قطع حضرتك في هذه النقطة الرئيس السيسي في الدعوة للإفطار الأسرة المصرية قبل أن يدعو للحوار الوطني أفرد وأسرد عدة إنجازات ملموسة على أرض الواقع يعني تخطت عشرات الأمثلة من النجاحات الملموسة بالنسبة للمواطن لدعم الأسر الفقيرة للموازنة العامة لحتى البنية التحتية لإنجازات العاصمة الإدارية حتى الأمن القومي فبالتالي يعني النظام حقق ما كان يصب إليه من البداية والله لو النتيجة اللي احنا وصلنا لها دي هي ما كانت مستهدافة من النظام تبقى كارسة كارسة حقيقية يعني وأنا هنا مش عايزة أقف عند قراءة السلطة للواقع هم شايفين إن ده إنجاز أنا شايف إنه ليس في الإمكان أسوأ مما كان في الثمان سنين اللي فاتوا الآن مش هي دي اللحظة اللي إحنا يعني هنتعامل فيها بمنطقة المناكفة السياسية أو تصفية حسابات مع السلطة على حساب الوطن وإحنا مش عايزين نقعد يعني لأنه مش المطروح إن إحنا لو هندخل في حوار ونوصل فيه لنتائج إن إحنا نتسامح فيما فات أو نقدم شيك على بياط فيما هو آه الدعوة اللي إنت توجهت بيها الأحزاب القوى المدنية وديموقراطية الشخصات العامة لطرح رؤى الحزب لإدارة جلسات ومحاور الحوار أنا أحب أسمع الرؤى بتاعت حضرتك اللي توافق عليها باقي الأحزاب الآن هي ليست رؤية حزب الكرامة بل هي رؤية الحركة المدنية الديموقراطية وما يمكن أن ينضم إليها عشان هيبقى عندنا من من يقبل مبدأ الحوار مع احترامي زي ما قلت للي رفضوا ولأسبابهم وفيها وجهة الحقيقة لكن اللي في موقع مسئولية وهيقبل مبدأ الحوار هتقدري برضو تقسمهم لفريقين فريق عايز حوار جد مسئول يصل إلى نتائج حقيقية تضع موضع التنفيذ تحت سام وبصر المواطنين المصريين وفريق عايز يشارك في أي حاجة ودول كانوا موجودين طول الوقت والفريق الأولاني هل أقدر رفع من الفريق ده بيسعى إلى مناصب؟ أو إلى الدخول مع السلطة في توازنات؟ أقدر راجع تجربة الفترة اللي فاتت لأنه إحنا عندنا مثلاً طول الوقت كان فيه صيغة بتاعة مؤتمر الشباب دي وكان بيقدم حضور على أنهم بيمثلوا المعارضة أنا هنا شايف أن اللحظة جلل بما يعني أن إحنا علينا أن نترفع عن كل ذلك إذا كانت الناس عندها قراءة أمينة لما وصلنا إليه مستشعرة المسئولية اللي أنا لأقوا بالغ إذا قلت أنها تاريخية في هذه اللحظة يوماً ما هتيجي ناس وحتقرخ وحتقول لأنه في مقدمات تقود إلى نتائج 2014 اللي حضرتك بتتكلم عنها إحنا كنا بنحذر في 2019 لما أطلقت رؤية إصلاحية شاملة تحت مسمى مبادرة الطريق الثالث أكيد كنت شايف اللي جاي للأسف اللي كنا خافين منه حصل وده بيخلينا دلوقتي نقول اللي إحنا فيه النهاردة ده لو الناس هتتعامل معه بمنطقة تيك تيك والمناورة وتجاوز اللحظة هيبقوا غلطانين في حق إبالاتهم وفي حق نفسهم طيب الرؤى اللي إنتوا اتفقتوا عليها يمكن أن نقول أنه ده الحد الأدنى الذي نستطيع معه أن نقول بأن هناك حوار سياسي إحنا طرحين آليات محددة لمظلة الحوار لتشكيل الأمانة الفنية التي تدير هذا الحوار لطريق التلقي مقترحات من الأمانة الفنية التي تدير الحوار؟ طيب خلينا أقول لحضرتك أن إحنا طرحين بشكل محدد أن يكون هذا الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة باعتبار أنها الجهة الوحيدة في مصر التي نستطيع أن نتفق معها على شيء وتنتزم بتنفيذ خلينا نقطة نقطة مؤسسة الرئاسة هي بطرعة الحوار وفي جلسات متقدمة الرئيس على ما أتذكر قال أنه هيكون حاضر بنفسه في الجلسات مظبوط؟ أنا مش معني بما هو معلن أنا معني بما هو مطروح بشكل عملي بمعنى أنه إذا قلنا أن مؤسسة الرئاسة هي الأكاديمية الوطنية للتدريب فده مرفوض بس الرئيس في الإعلان عن الحوار الوطني قال أنه تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب ده مرفوض ما هو عظيم مش الحوار ده الحوار الحقيقي بيبقى بين طرفين متكافئين ولا هو لقاء بين تابع ومدبوعين السلطة بتقدم رؤيتها إحنا بقدرنا في المعارضة وقدمنا رؤية المسئولية تقتضي أن إحنا نقعد ونتناقش ونوصل لحلول ما هو مطروح من قبلنا أن الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة تحت مظلة مؤسسة الرئاسة ولا هتقعدوا تتنقشوا مع الرئيس نفسه ده مش ده المطلوب المطلوب في الخطوة اللي جاية بقى مين اللي يعد لهذا الحوار جدوى الأعمال ويدير الجلسات المطروح من قبلنا أمانة فنية من عشرة من الخبراء الأكفاء المتخصصين المتجردين خمسة تسميهم السلطة وخمسة تسميهم المعارضة هذه الأمانة تبقى مسؤولة عن تلقي اقتراحات ودراسات من كل جهة وخبير مصري متى كان ملتزما بالدستور القانون تعد من خلالها وإحنا عرضنا بشكل مبدئي ست محاور لهذه الجلسات كل محور وكل جلسة المسألة مش مغالبة يجب أن يجلس عدد متساوي من السلطة ومن المعارضة عشان لما يوصلوا النتائج المسألة مش مين بيزايد على مين بالأعداد وما هياش زفة أن أنا هجيب مئات أو آلاف علشان خاطر أقعد المعارضة في أسطهم وفي النهاية نوصل لنتائج تحسب علينا ويتقال من تكونتم موجودين خلينا أقول لحضرتك إذا لم يتسع الوقت لأن احنا نتكلم في هذه المبادرة والضوابط الإجرائية والموضوعية فيها فهي معروضة على الناس لأنها في رأيي أتفصل ما بين الجاد ومستعد يدفع تمن ده المتجاوب مع أي شيء على أمل المحاور هي إصلاح سياسي تحول ديمقراطي إصلاح اقتصادي عدالة اجتماعية إصلاح تشريعي ومؤسسي وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير مظبوط؟ بشكل مبسط للعرفة لطعميق المواطنة ومكافحة التمييز طب خليني أسألك ليه حتاجت السلطة للمعارضة الآن؟ فيما يبدو أنها بتحاول تتجاوز أزمة الأزمة الاقتصادية؟ فيما نأمل الأزمة الاقتصادية أحد الجوانب بالتأكيد أو ولا الانتخابات المفترض؟ بالمناسبة مش علشان المفترض إيه؟ اللي كان مفترض أن نحن نشهدها الآن وتشهد لأول مرة في تاريخ مصر عملية انتقال ديمقراطي من رئيس إلى آخر بصناديق الاقتراع ده اللي كان مفترض كان المفترض وأنا وحضرتك أعدين دلوقتي فتكلم على 2024 لانتخابات المرتقبة يعني الناس لما ذهبت لصناديق الاقتراع آخر مرة انتخبت رئيس لمدة أربع سنين كانوا ينتهوا وإحنا أعدين بنتكلم دلوقتي وليس من حق الرئيس أنه يترشح ليهم زي ما كان الدستور بيقول وزي ما هو وعن في أكتر من مناسبة وقتا أن كان مرشحا وبعد ما أصبح رئيسا في ناس هتشوف أنه التحول الديمقراطي معناك وفي ناس هتقبل بأقل من كده مرحليا أنا زي ما قلت لحضرتك علشان لا أعيد أنا متمسك باللي قلته في مبادرة الطريق الثالث والناس ممكن ترجع لده وتشوف رأيي في عملية التحول الديمقراطي يعني إيه لكن ده أنا قلت فيما هو يعني مأمول فيما هو متوقع لن نصادر المستقبل حتى لو سقف التوقعات محدود جدا وسوف نتحمل نصيبنا من الغضب المبرر ونعيده بأنه الدليل العملي على أن نحن سوف نكون منزهين عن أي مقارب شخصية بالإعلان من دلوقتي أن السلطة لو مستعدة تقعد معنا تقعد معنا هي عارفة أن احنا كنا وهنفضل معرضة بالل أكثر من ذلك عليهم أن يبقوا عارفين أن الطرف اللي احنا بنمثله على هذه المائدة يرى أنه أفضل شيء ممكن تقدم السلطة دي على الإطلاق يحسب لها يعني مش الكلام اللي بيروج ليه على إنه إنجازات نحن نرى أن أفضل ما يمكن أن تقدموا هذه السلطة طالة أمد بقاءها أو قصر إنها تبقى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة حبزة لو كان ده كمان أريد لأن أنا أعتقد أنه أفضل مدخل أفضل مدخل الآن لما نعاني من مشاكل ممكن يكون ده ممكن يكون الانتخابات التي تضافنها عائل نزيهة إيه المؤشرات اللي لديك أو لدى حزب الكرامة في إنه ممكن تكون السلطة بتفكر في الانتقال الديمقراطي بعد أقل من عامين ما فيش أي مؤشرات طب حتى إيه أوراق الضغط على المعارضة يعني المعارضة حتى شروط لقبول الحوار هل لديكم أوراق ضغط؟ في غيرنا ممكن يستدعى لهذا المشهد هو ما عندوش أي شروط يعني لو السلطة هي دينيتها من الحوار ما فيش مشكلة لن تعدم وصيلة إسمحك يا شهر أحمد حضرتك كنت داخل البرلمان داخل السلطة التنفيذية عفوا السلطة التشريعية ومع ذلك بعض القوانين مررت وأنت كنت رفضتها تماما التعديلات الدستورية تمت وأنت خرجت للإعلام وتحدست عن مدى خطورة التعديلات الدستورية وأنك لا توفق ومع ذلك مررت أنت الآن خارج السلطة تماما وتتحدث أن السلطة الحالية والحكم الحالي سيوافق على الشروط التي خرجت بها القوى المدنية والأحزاب وعلى رأسهم حزب الكرام هل تتوقع الموافقة من السلطة على ذلك؟ أنا علي الآن أن أجنب توقعاتي حتى لا أصادر أدنى فرصة محتملة لأن يكون هناك نتيجة لصالح الناس إذا أنا مطلوب مني أن أنا أقول رأي كمواطن يفترض الآن أن أنا أصبحت انتقلت من موقع المسئولية إلى موقع السيادة بعدما كنت في وظيفة عامة أصبحت الآن أحد أفراد الشعب السيد في الوطن السيد لكن عندي مسؤولية كرئيس الحزب السياسي هو جزء من النظام السياسي في البلد عندي مسؤولية ألا أفلت أي فرصة يمكن أن يتحقق منها خير للبلد بضوابط ده مش معناه أن احنا هنقبل أقل مما يجب أن نقبل به أنا على المستوى الشخصي هل أنت قواتين متكافئتين؟ إحنا والسلطة اللي اتنين شغالين عند الناس إحنا بنزبت للناس هؤون إحنا رغم أنه يعني هذا سقيل على النفس جدا يعني كلما أتخيل أن أنا ممكن في إطار ضوابط وإجراءات لسه سابق الأوان لها يعني ألاقي نفسي قاعد يعني ممثل السلطة هذا سقيل على النفس تماما لكن لأنه دي سلطة تمثل بالنسبة لي الكثير تمثل بالنسبة لي طريقة إدارة ملف مياه النيل قضية الوجود لمصر وطريقة التعامل مع الأرض في حاجات زي تران وصنفير والاغتيال روح الدستور وفشل اقتصادي مكتمل الأركان ومتبدل العيان معرفش بيقولوا عنه إيه ومش شايف كمان أن الرؤية موجودة لإصلاح اقتصادي حقيقة اللهم إلا شوية إجراءات مالية ونقدية مش ولكن الرئيس حتى وصل أنه هيترح بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية هو ده الإصلاح الاقتصادي وأيضا عرض الشراكة مع الشركات القطاع الخاص مع شركات القطاع العام أو مع شركات الحكومية بواقع عشرة مليار سنويا ده أعلن عنه في يوم الإفطار الأسرة المصرية لا أنا أعظم خبير اقتصادي ولا رئيس الجمهورية كويس؟ لكن أنا دارس ومنفتح على أهل العلم ومؤمن بدراسات الجد كويس؟ ووظيفة من هو في موقع المسئولية مش إنه يبقى يعني بيجيلوا إلهام ولا وحي وإذا كان خبير في ملف فيه عشرات الملفات ما هواش خبير فيه وظيفة من يوضع فيه موقع الوظيفة العامة أن يستعين بأفضل ناس تقدم حلول للبلد دي ودول موجودين اللي بيتقلدم شوى ده الإصلاح الاقتصادي طيب خلينا نرجع للحوار الوطني هل ستبدأ جلسات الحوار الوطني قبل خروج سجناء الرأي؟ قضية سجناء الرأي يمكن أن توضع على أحد ميزانين الأول ميزان الحق والعدل الذي يجب أن ننهي هذا الملف الموجع لضمير مصر الآن بمعنى أنه كل سجين رأي يجب أن يبيت في حضن أهله ليس هذا وفقط وإنما أن تفعل الضمانات الدستورية والقانونية في تعويضه عن ظلمه وفي حساب وعقاب من ظلمه عفوا هل دي تعتبر شروط لقبول الحوار؟ ولا ده مطلب؟ هو حضرتك ده مش شروط ده حقوق هل السلطة شايفة أنه من اللائق أنه احنا نقعد نتفاوض فيها؟ سيد أحمد ألا تتفق أبداً مع الرواية الخاصة بالسلطة بأن الدولة كانت تحتاج لهذه القبضة الأمنية القوية حتى تستطيع الخروج من ما حدث بعد صورة 2011 خمسة وشيناير وما بعد 2013 صورة 30 يونيو كانت تحتاج هذه القبضة الأمنية القوية للقضاء على الإرهاب من جهة لعودة الأمن مرة أخرى للبلاد لحتى ضبط الحالة الاقتصادية الاحتياط النقدي كان في أدنى مستوياته فهل كانت السلطة أو تتفق مع هذه الرواية بأن السلطة كانت تحتاج لمثل هذه القبضة الأمنية والآن بعد أن استتبت الأمور فبتحاول أن تخرج السجناء تفتح حوار وطني مع المعارضة؟ أنا طبعا ضد كلها يعني ما استغدم كفزاعة طول الفترة دي النتيجة النهاردة احنا أحسن يعني لما الناس تتكلم عن الاحتياط النقدي ممكن تتكلم برضو عن الدين العامل للضعف أربع أضعاف عن ميزانية السنادي السنادي اللي 53% من إراداتها هتيجي من قروض و 65% هتروح لخدمة ديون ده إيه ده مش حصاد هذه الإدارة دي مبررات وزرائع اللي عايز يتحجج بها مش هيغلب والمشكلة بقى في أنه مش هيغلب دلوقتي ومش هيغلب بعدين الانضباط بالدستور والقانون ده مش اختيار السلطة تلزم نفسها بيه وقت ما تحب وتتحرر منه وقت ما تحب طيب البعض قال أنه حمدين صباحي تحدث عن ما يخصته ولكن هناك أسماء أخرى لم يتم ترحاها في البداية النقطة دي صح ولا غلط أنتو تكلمت بس عن الأسماء اللي تخص حزب الكرام ده مش صحيح الأول علينا أن نؤكد أن حسام مؤنس دخل إلى هذا السجن ظلما وخرج مرفوع الرأس هو استرد جزء من حقه وحق الآخرين اللي معاه في القضية دي وغيرها ده معناه أنه إحنا لسنا سعداء إحنا سعداء ونبارك ليه والكل نفس تم استنقذها من هذا الجب هل حسام بعد خروجه سعيد بفكرة الحوار الوطني أو أنه انفتاح السلطة على الحديث مع المعارضة؟ ده يتوقف على جدية السلطة في أن يكون حوار حقيقي يعني خروج السجناء ده مش دليل على أن السلطة تنوي بوجود حوار حقيقي؟ إحنا في حزب الكرامة طب لماذا لم تذهب لإفتار الأسرة المصرية أنت رئيس الحزب حاليا؟ فأكيد الدعوة وجهت للحزب لماذا لم تذهب؟ الدعوة وجهت للحزب والحزب حول أشكرك أستاذ أحمد التنطوي رئيس حزب الكرامة شكرا لجودك على شاشة ديليسي لا حديث للشارع في مصر إلا عن الاقتصاد ومؤشراته وتوقعاته ومستقبله في ظل أزمات لاحت في الأفق نتيجة لتطورات دولية وإقليمية وسياسات محلية وبعد أنباء ترددت عن شراء مصر 44 طن من الذهب لرفع احتياطياتها وفي ظل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الدولار بات البحث الأساسي عن الاستثمار الآمن في مصر هل الذهب الذي تتأرجح أسعاره كل يوم؟ أم الدولار المتوقع ارتفاع جديد في سعر صرفه أمام الجنيه؟ أم البنوك بالفائدة المرتفعة؟ وحول المشهد الاقتصادي في مصر بصفة عامة يدور الحوار مع ضيفي الأستاذ أحمد السيد نجار الخبير الاقتصادي المصري برحب بحضرتك أستاذ أحمد أهلا بحضرتك أستاذ أحمد لا يخفى على أحد أن الفكر السائد في الفترة السابقة أو جزء كبير منه في التنمية الاقتصادية كان موجه لاستثمار العقاري هل تتغير الأولويات في الفترة الحالية؟ هو المنطقي أنه في بلد عندها وفقا للتعداد الأخير للجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء عندنا أكتر من 2 مليون مبنى مش شقة مبنى ده ممكن يبقى بورج سكني ممكن يبقى مبنى متعدد الطوابق والشقة 2 مليون مبنى كاملين ومغلقين وبالتالي أنا عنده فائد عقاري وبالتالي المنطقي أن يتم التركيز على ما تحتاجه مصرف أصلا منذ 20 عام اللي هو مسألة التركيز على الاستثمار في الصناعة التحولية اللي هي أمل مصرف فعلا في الخروج من المستوى الاقتصاد اللي هي بتراوح فيه بقالها زمن طويل يعني هي في وقت من الأوقات كانت أكثر تقدمة من كوريا الجنوبية من الصين من كثير من الدول لحد ستينيات القرن الماضي مصر مثلا سنة 65 كانت نتيجها المحل الإجمالي 5 مليارات دولار كوريا كانت 3 حاليا إحنا 394 مقابل 1560 بالنسبة لكوريا الجنوبية سيد أحمد ماذا أدت هذه الأولوية ماذا أدت هذه الأولوية اللي هو الاستثمار العقاري في الحقرة الماضية أدت لتراكم المزيد من العقارات وفي حالة من يعني دوما كان الجميع ينتظر متى ستنفجر الفقاعة العقارية الفقاعة العقارية لا تنفجر بالشكل الذي يحدث في الغرب لأنه ليس لدينا تمويل عقاري واسع النطاق يؤدي إذا تعثر المشترين إلى انهيارات في البنوك وأشياء من هذا القبيل لا الأمور بتتم بشكل مباشر شخصي وبالتالي بيبقى فيه ركود في العقارات تراجع في أسعارها ولكن ليس انفجار فقاعة عقارية كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب ومن يتابع سوق العقارات سيجد أن هناك عقارات كثيرة بالذات المتوسطة انخفض أسعارها العقارات المتميزة أو الفاخرة هناك مشكلة في التسويق لأنه فيه فقط حقيقي والاعتماد بالأساس على المصريين العاملين في الخارج والمشترين من جنسيات عربية وأيضا من يعملون في القطاعات الخارجة على القانون والتي تكون لديهم ثروات كبيرة في اقتصاد الأسود يعني اللي هو تجارة أسعار مخدرات السلاح فردي وحاجات من هذا النوع فهنا ده لا يبني سوء نحن عندنا إمكانية أنه يبقى فيه تحول بس ده لازم يبقى دولة الدولة قدوة مواطنيها إن هي بالفعل توجه استثمارات إلى قطاع الصناعة التحولية الأكثر أهمية وأولوية للاقصاد المصري واللي قادر على خلق فرص عمل دائمة وليست فرص عمل مؤقتة في مشروعات بنية أساسية تنتهي عندما تنتهي المشروعات هل الحكومة على رأس أولوياتها الصناعة؟ يعني منذ عامين كان هناك نقاش في مجلس النواب وبعض النواب طلبوا طلبات إحاطة أو تقدموا باستجوابات لأنه ليه تم غلق 8000 مصنع وكان وزير قطاع الأعمال وقتها بيقول أن 800 بس مش 8000 هل الدولة تتوجه الآن إلى الصناعة؟ الحقيقة يعني توجه الدولة للصناعة دوماً بيبقى يعني ليس آراء ولكن بيتجسد في إجراءات محددة هل هناك استثمارات موجهة للصناعة من الحكومة نفسها؟ لا هل هناك استثمارات موجهة أو إجراءات الحكومة بتدخذها لتشجيع الاستثمار في الصناعة؟ هل أصلاً التعامل مع الاستثمارات الخاصة في مجال الصناعة يتسم بدرجة من التشجيع والعدالة بحيث بالفعل أن هو يشجع على المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع أعتقد أن احنا محتاجين لإجراءات أكثر تطوراً في هذا الأمر وأيضاً مهم جداً أن الاستثمارات القائمة لا يستهدف أي منها لأسباب غير اقتصادية في هذه النقطة الرئيس صرح بأنه بيعتزم إشراق القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بعشرة مليارات دولار سنوياً وقال أنه سيقدم دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تنمية الاقتصاد وسؤالي هنا هل القطاع الخاص لديه الثقة بالدخول في شركات مع الحكومة أو قطاع الأعمال؟ من وجهة نظرك؟ الحقيقة أن الدولة في العادة بتبقى مصدر ثقة لكن في النهاية بالنسبة لأي مستثمر مسألة أنه هو يبقى الاستثمار الخاص بمرتبط بأنه اللي بيقوده هي الدولة بتبقى فيه يعني تحفظ بشكل أو بآخر إضافة لأمر آخر يعني أنه بيقت الاستثمار نفسها المطلوب فيها أن تكون هناك عدالة في مجتمع الأعمال وليس مجرد إشراكهم لأن إشراكهم دي مسألة تتوقف على مدى ثقاتهم في الشراكة مع الحكومة بدلاً من قيامهم بتأسيس مشروعات خاصة بهم يكون لديهم سلطات كاملة عليها مسألة أن أنا أعطي يعني عدالة في مجتمع الأعمال اللي هو قانون الضرائب يمرتبط بشكل أساسي بقانون الضرائب وبالمناسبة لما يوضع في عهد الرئيس السيسي ويوضع في عهد مبارك صحيح لم يستخدم على نطاق واسع في وقتها اللي هي مسألة إعفاء شركات جهاز الخدمة الوطنية من الضرائب لكنه في الحقيقة في الوقت الحالي أي مناقصة يتدخل هذه الشركات لابد أن تكسب لأنها معفاة من الضرائب بالقانون في حين أن الشركات الأخرى القطاع الخاص ليست معفاة من الضرائب وبالتالي لا توجد عدالة في بيئة الأعمال أو في مجتمع الأعمال لا بد أن تكون هناك المطلوب يعني إذا كان بالفعل هناك نواية لجذب القطاع الخاص أو تنشيط استثماراته أن تكون هناك عدالة في مجتمع الأعمال بمعنى أن يكون هناك قانون ضريب واحد يطبق على كل من يشترك في الاقتصاد المدني لم نتحدث إطلاقا على صناعات عسكرية أو غيره وأيضا أن يكون هناك قانون أجور واحد يطبق على كل من يشترك في القطاع المدني لأنه إذا تعددت قوانين الضرائب قوانين الأجور لمشاركين في النشاط الاقتصاد المدني بالتأكيد الذي لديه مزاد سيكسب وبالتالي لن يتشجع الآخر لن يكون دايح حوافز للمشاركة على نطاق واسعية طيب نقطة أخرى هو الدعم الخليجي ممكن الفترة الماضية كان هناك استثمار مباشر إنجاز التعبير أنه أقول أنه استثمار مباشر وحضرتك صحح لي فيه شراء أصول هل أولا ده يعد استثمار مباشر أم لا فكرة شراء الأصول وهل له أبعاد سياسية لأنه البعض بيتخوف أنه ليس استثمار فقط ولكن له بعد سياسي آخر الحقيقة أن الاستثمار المباشر الحقيقي هو بناء أصل إنتاج جديد أما تداول أصول قائمة إن أنا أشتري حصة المال العام في أصل قائم ده خسخصة وخسخصة لطرف أجنبي سواء كان عربي أو غير عربي في النهاية هو طرف أجنبي فده خسخصة عودة مرة أخرى لسياسة الخسخصة من خلال هذه البوابة ولشركات رابحة للحقيقة يعني أعتقد أن المال العام كان أفضل أن يستمر في هذه الشركات الرابحة وبعضها تتسم بطابع استراتيجي بمعنى أنها مهمة جدا لقطاع الزراعة زي شركات الأسمدة أو غيره وكان مهم جدا أن الدولة تحتفظ بحصة المال العام فيها فهو هنا ده يعني ليس استثمار مباشر ينتج أو يضيف طاقة جديدة للاقتصاد وإنما هو عملية خصاصة أو تداول أصول قائمة شراء جزء من أصل قائم اللي هو حصة المال في العام في هذا الأصل القائم والأفضل والأهم بالنسبة لي لو استثمار حقيقة هو استثمار يضيف طاقة انتاجية جديدة للاقتصاد ولا يتداول أصل قائميا له أبعاد تسير؟ خصوصا أنه بالمناسبة طبعا هو يعني دائما لما يبيع فيه طرف بيقرضك لا يقرض لوجه الله وليس هناك قروض خالية من الشروط جزء من الشروط هو فكرة أنه في بعض الأصول المهمة جدا الموجودة عند مصر اللي بعض الدول في الحقيقة بتتطلع أو بتتلمز على أنها بالفعل تحصل عليها فهنا بتستغل فكرة أنها تقدم قروض في أنها تطلب مثل هذه الأمور فهنا في الحقيقة يعني علي أن أنا أركز على الجانب الآخر هو كيف أحل مشكلة العجز في الموازين الخارجية وأحل مشكلة احتياجي للاقتراض من الخارج بشكل اللي حصل يعني إحنا الديون الخارجية كانت 46 واحد من عشر مليار دولار سنة في يونيو 2014 حاليا هي 138 مليار دولار ففي زيادة يعني سريعة جدا أيهما أخطر الدين الداخلي أم الخارجي أيهما أخطر أستاذ أحمد الدين الداخلي أم الخارجي أم لاثنين معا كلاهما لأن الدين الداخلي أيضا كان 1816 مليار جنيه في منتصف عام 2014 تجاوز 4700 مليار جنيه في يونيو 2020 وكف البنك المركزي والجهاز المركزي عن نشر تطور الديون بعد ذلك لكنها في الوقت الحالي أكبر كثيرا يعني وفقا لمعدلات حتى زيادتها السنويا في السنوات قبل التوقف عن نشر بيانات جديدة هي ممكن تتجاوز حاليا 5.5 رليون جنيه يعني فهنا ده خطير يعني الدين الداخلي خطير الدين الخارجي يتطور بشكل يتزايد بشكل سريع جدا يعني هو حتى الآن في الحدود الأمن كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكن خدمته كنسبة من حصيلة الصادرات يعني أصبحت خطر يعني هي تستنزف أكتر من 30% من حصيلة الصادرات فهنا الحقيقة أنه الدين الخارجي ليس في مرحلة خطر ولكنه يتجه إلى هذا المنحنى القطر لأنه بيتزايد بشكل سريع جدا الدين الداخلي فيه مشكلة وإضافة لحاجة تانية يعني الحكومة في الفترة الماضية بتقول أن احنا خفضنا الدين المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هذا صحيح ولكن تم إزاي؟ تم بأنه تم السماح بارتفاع معدل التضخم وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بعد التضخم أصبح أكبر كثيرا في حين الديون بأسعار سابقة فأصبحت نسبتها أقل من الناتج المحلي الإجمالي وهذا شأن له علاقة بسياسة نقدية مالية وليس إنجاز حقيقي فهنا الموضوع الدين الداخلي والدين الداخلي خطر الدين الخارجي يتجه إلى القطر والاتنين في الحقيقة ينبغي أن تضع مصر سياسات كفيلة بالسيطرة عليهم معدل التضخم وإن حذاك ذكرت التضخم معدل التضخم لشهر أبريل 14.9% مقابل العام الماضي لنفس التوقيت 4.4% كيف قرأت هذا الرقم؟ كيف حللته؟ هو الحقيقة عندما يرتفع التضخم إلى هذا المستوى يعني فيه نتيجة تقليدية ولا تخطئ في أي اقتصاد في العالم ده بيؤدي إليه التضخم يعني ارتفاع أسعار المستهلكين بهذه النسبة ده بيؤدي إلى تخفيض الأجور الحقيقية لأصحاب الأجور والمعاشات تخفيض دخولهم لأنه الحقيقة إنها لا ترتفع بنفس النسبة وإذا ارتفع يرتفع جزء منها اللي هو الأجر الأساسي اللي هو لا يزيد عن 20% من الدخل بالنسبة لكل العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص يعني لدى الدولة والقطاع الخاص فهنا ده بيعني تخفيض الدخول الحقيقية لمن يعملون بأجر وزيادة قيمة الممتلكات لأصحاب حقوق الملكية بيعتبر أن الممتلكاتهم زادت قيمتها بارتفاع الأسعار فهنا الحقيقة إنه بيزيد الاستقطاب الاجتماعي بيزيد الهوة بين الفقراء والأغنياء دائما التضخم المرتفع في غير صالح الطبقة الوسطى ولا الفقراء هو في صالح الطبقة العليا بشكل أو بآخر يعني بغي دائما بنقول إنه عشان تعمل أي سياسة تحافظ على الاستقرار السياسي الاجتماعي لابد من أن يكون هناك سيطرة على التضخم كعنصر أساسي في الحفاظ على الدخول الحقيقية للطبقة الوسطى والفقراء هل تقترب الحكومة من رفع أسعار سلع مازالت مدعومة زي الوقود والأسمدة والخبز؟ نعم أم لا؟ يعني بالنسبة للخبز السلع المدعومة أعتقد أن رفعها في ظل ارتفاع معدل التضخم وتأذي الفقراء والطبقة الوسطى والشرائح الدنيا منها من هذا التضخم أعتقد أنها يبقى مشكلة كبيرة واعتبارات الاستقرار السياسي والحكمة في إدارة هذا الوضع هذا تقتضي إبقاء الدعم كما هو وإبقاء سعر ريفي القبز كما هو أما فيما تعلق بمسألة الأسمدة فالأسمدة أيضا كمدخل مهم جدا للقطاع الزراعي إذا أردنا إنتاج زراعي والمنتج في الحقيقة هو اللي بيعاني لأنه كل من يستفيد من دورة الإنتاج في القطاع الزراعي هو التجار أما المزارع نفسه فيحتاج بالفعل إلى دعم للأسمدة حتى يكون قادر على أنه بالفعل يعيش وينتج السلع الزراعي لاتحتاجها مصر مع التأكيد على دعم الأسمدة للمزارعين اللي بيزرعوا المحاصيل الاستراتيجية اللي هي الحبوب وغيرها من المحاصيل طيب لماذا ارتفعت أسعار الدهب في مصر بنسى بتروحت ما بين 25% لـ 30% عن الأسعار عالميا والمعروف أنه طالما ارتفع سعر الدولار ينخفض أسعاده سعر الدهب والحقيقة لأنه فيه يعني عامل مزدوج أنه ارتفع سعر الذهب في السوق الدولية وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار وبالتالي بما إننا بقى استورد وبتارتفع سعر الدهب بشكل مضاعف لارتفاع سعر الدهب في السوق العالمية ونسبة أخرى بسبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه وإذا جماعت النسبتين ستجد هي تعادل لارتفاع اللي حدث في أسعار الزهر طيب أخيرا في اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الشهر هل تتوقع رفع سعر الفايدة أو بمعنى آخر هل رفع سعر الفايدة الآن مطلوب؟ هو الحقيقة أنه طرح أمرين من الأحاديث اللي ضرت حولها سواء كانت تسريبات أو توقعات أنه خفض جديد لسعر الجنيه المصري ورفع أسعر الفايدة في الحقيقة بالنسبة لخفض جديد لسعر الجنيه المصري أعتقد أنها تكون قرار خاطئ تماما لأنه الجنيه المصري وفقا لصندوق النقد الدولي تقريره اللي هو ورلد ايكونوميك اوتلوك الداتابيس بتاعته بتقول أنه الجنيه المصري سعر تعادل القوى الشرائية بينه وبين الدولار 4 جنيه و 65 قرش لكل دولار وبالتالي هو منخفض جدا بالنسبة لقيمته الحقيقية مقابل الدولار وبالتالي لا ينبغى أن يكون هناك تخفيض آخر خصوصا التخفيض كان بيرجى منه إيه؟ أنه هيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات مقاومة بالسلعة المحلية فتنخفض الواردات هيؤدي إلى أن الصادرات المصرية مقاومة بالدولار هينخفض سعرها وبالتالي هتزيد الصادرات ما حدث في التخفيض الكبير اللي تم في 3 نوفمبر 2016 أنه العجز في ميزان السلعة غير البترولية تجارة مصر في السلعة غير البترولية كان حوالي 35 مليار دولار حاليا 42 مليار دولار يعني لم يحدث إصلاح للميزان التجاري سواء في السلعة غير البترولية أو السلعة الأخرى كما كان يرجى من التخفيض وبالتالي ينبغي أن تغلق صفحة التخفيض والأمر الآخر أنه ارتفاع أسعار رفع أسعار الفايدة ارتفاع معدل التضخم بيعني أن الفايدة الحالية في مصر سلبية يعني 13% أو 14% معدل التضخم أو أكثر من ذلك وسعر الفايدة 10% أو 11% معناها أن السعر الفايدة الحقيقي حوالي ناقص 3% أو 4% وبالتالي لا يشجع المواطنين على الادخار حتى لو أنت بتقول أنك رفع أسعار الفايدة في الفترة الماضية وبالتالي المهم أن تكون هناك أسعار فائدة إيجابية لأن المودع الرئيسي في الجهاز المصرفي هو الطبقة الوسطى 75% من الإداعات مش بمصر بس بالمناسبة في كل العالم هو للقطاع العائلي هذا القطاع إذا كانت الفائدة الحقيقية سلبية اللي هي الفايدة ناقص معدل التضخم بيعني أنك بتأخذ من ثروة أو أصول هذا القطاع العائلي اللي هو الطبقة الوسطى بصور أسعار وبالتالي يجب أن يكون هناك سعر فايدة إيجابي لكن أيضا حتى تنعش الاستثمارات أنت تحتاج لسعر فايدة منخفض وبالتالي الأهم هو السيطرة على الأسعار وتخفضها بشكل أو بآخر من خلال قيام الدولة بدور التاجر المرجح اللي هي تطرح سلع أو خدمات بأسعار في الأقل مما يطرحه السوق بشكل مبالغ فيه فتجبر السوق على أن يحازي عليها لو قامت الدولة بهذا الدور بحيث تخفض معدل التضخم سيكون أفضل كثيرا من رفع أسعار الفايدة الذي سيدر بالبورصة سيدر بالاستثمارات الجديدة وفي نفس الوقت لن يفيد كثيرا المستهلكين طالما استمر معدل التضخم في الارتفاع أنا بشكرك أستاذ أحمد السيد المجار الخبير الاقتصادي المصري شكرا جزيلا للانضمام على شاشة بي بي سي شكرا للحب في وقت تعاني فيه السياحة المصرية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تعرضت السياحة إلى أزمة جديدة بعد انتشار فيديو لعدد من الطلاب يتحرشون بسائحتين بمنطقة الأهرامات بالجيزة ورغم إلقاء القبض على الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشر والخمسة عشر عاما إلى أن الواقعة كشفت قصورا كبيرا في حماية السائحين بالمناطق الأثرية وضمان سلامتهم في وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلى تحسين صورة السياحة بها ولمعرفة أوجه القصور وسبل معالجتها معي الأستاذ إلهامي أزياد الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية برحب بحضرتك أستاذ إلهامي أهلا وسهلا يا فضل في البداية كيف تبعت وقعت التحرش بفتتين أو سائحتين في منطقة الهرام؟ طبعا كانت كبوس يعني اللي نقدر نقول عليه لأن كانش منظر لائك بمصر ولائك بمنطقة زي الهرام واللي بنحاول ننظفها بقدر الإمكان في السنين اللي فاتوا لغاية دلوقتي بنعمل على هذا فإحنا طبعا مش أول مرة تحصل يحصل حاجات صغيرة لكن ما بتروحش أبعد من كده فالحمد لله يعني إنها جت على قد كده ودور حينالوا عقبهم بالقانون هناك قانون لحماية الأثار ده الأيام ما أنا كنت موجود كرئيس الساحاد وفي قانون حاليا بيسامل لحماية السائح وده حيطلع عن قريب جدا فالقانون ده أرجو إنه يطبق شدة أهم ملامح قانون حماية السائح أهم حدا طبعا اللي يضر السائح فيه غرامة مالية كبيرة لأنه بنحاول طبعا في القانون كلها إنه يكون الحكاية مادية عشان تتعب البني آدم العمل للخطأ وطبعا هناك حفص متأقلي بس طبعا لسه القانون ما صدرش ما مقدرش أتوقع إيه اللي حيحصل فيه لكن هو معروض حاليا على المجلس على البرلمان وهنشوف هيكون حيثيات وإيه في مصدر بوزارة السياحة تحدث لوسائل الإعلام المحلية وقال إنه كان قبل الأعياد أو قبل موسم عيد الفطر كان التأكيد على الأثريين بضرورة التواجد في الأماكن المخصصة وسؤالي لحضرتك هل ده دور الأثريين؟ لا طب دور مين؟ على طولة أردح حضرتك هو علينا يوعي يقول إيه بعد يقول فاك لكن هل عنده سلطة تنفيذية على الشخص؟ طبعا لا اللي عنده سلطة تنفيذية هو الشرطة الشرطة هو القضاء لكن الأثري أو الجيد حتى المرشد السياحي أو شركة السياحي إيه سلطته؟ ممناش سلطة على المواطنين بقى السلطة الحقيقة شرطة السياحة في الأماكن الأثرية المفروض تكون متواجدة فين؟ هل بتكون متواجدة فقط في أماكن الدخول والخروج؟ ولا متواجدة في كل مكان السائح المفروض بيمر منه؟ بالزبط في كل مكان السائح بيمر منه وخاصة في الحتة اللي بيجسل فيها الزيارة لأن أقول لحضرتك حاجة مثلا لو خدنا حاجة للزيارات البعيدة عشان أنا ببص لمصر ككل وليس للقهيرة فقط زيارات البعيدة عدد الرواد اللي بيزوره الأماكن الأثرية أقل كتير من اللي بيزوره منطقة الهرب أقل من اللي بيزوره كارنك أو معبد لقصر أو معبد حابو فالحتة زي دي لازم نكسر فيها الشرطة السياحة وده دونها الأساسي لأنها اسمها شرطة السياحة والأثر فهي المفروض تحافظ على الاثنين في نفس الوقت ودي مش تسمية جديدة دي تسمية ما لها مدة طويلة دي لماذا في حالة التصوير لما يجي سائح من الخارج أو بلوجر شهير للتصوير بتكون أشد شراسة من التواجد في الأماكن الأثرية للمفترض أساساً أن هي تأمنها وتحميها وتتعامل بشكل لائق مع السياحة المتواجدين فيها يعني أنا مقدرش أقول أن كلام قدرتك غير صحيح وصحيح وضقيق المفروض يكونوا متواجدين سواء فيه سينما في حد بيصور في حد مشهور يعني أقول لحادثة بحاجة بسيطة لو واحد سمعة عربية خبطت عربية ما أنت تجري تلاقي كل الناس تلمت وبرضو الشرطة تلمت وكله تلمت وبعدين يزعاء وخلاص للأسف يعني أنا بقول للأسف اللي دي مظاهرة خاطئة ويجب أن تعالج لكن طبعا دي بإيد السيد وزير الداخلية مش بإيدي أنا إحنا بنقول بنطالب وبننشد ده كل اللي قدر نعمله طيب وبنصر على هذا إحنا عملنا حاجات كتير يعني أنا مش عاوز أدي صورة قاتمة عن مصر لأ إحنا فيه تقدم كبير حصل لدين الماضي اللي كان الساق حركة بالجمل بدولار وينزل من عالجمل بالخمسين دولار ودي إحنا عصبناها وكان عندنا شكاوي كتير ففيه حاجات تتحلل لكن مش حادر أقول إن بتقيدنا عصاها سحرية هنحل كل حاجة في اليوم لكن القطاع بيأثر عليكو بشكل مباشر كغرف سياحية أي حد بيعمل في السياحة هل بتحاولوا يكون ما بينكو وما بين وزارة الداخلية اجتماعات لشارحة حتى وجهة نظر السائح اللي جاي لأنه السائح حاليا بقى مختلف عن فترات سابقة مش بس بيأتي لزيارة الأماكن الأثرية لأن ده ممكن يكون بلوجر مشهور بيزور مكان محدد لتجربة طعام معين فهل بتعملوا هذه اللقاءات أو بتقوموا بمثل هذه اللقاءات لشرح وجهة النظر أو لتقريب وجهات النظر ما بين السائح الأجنبي ووزارة الداخلية لأن ده بيأثر عليكم بشكل مباشر بدون شك كلم حضرتك وأحلى أنا قدر أتكلم عن نفسي بقدرش أتكلم عن غيري لأيما أنا كنت أرأس الاتحاد كان أكيد أكيد فيه اجتماعات دورية بيننا وبين شرطة السياحة مش شرطة السياحة بس الشرطة عمتا لأن أنا عندي الجوازات دي شرطة عندي المينة شرطة فيه حاجات كتيرة بتتدخل فيها الشرطة وكان بنأخذ اجتماعات دورية فعلا وفيه حاجات اتحلت على طريق اللقاءات دي يعني التأشيرة أبسط حاجة أقول لي حضرتك حاجة إحنا زمان حروقات السياح كنا بنحطها على ورقة ونبعثها لشرطة السياحة شرطة السياحة كانت في شارع فوسط البلد يعني النهاردة شرطة السياحة بيدي قوي لو أنا جالي سايح عدل البرنامج بتاعه الساعة 11 بالليل أعمل إيه نازم أروح أوديها وإلا أنا يوجد خط ساخن وزارة الأثار والسياحة أعلنت عن خط ساخن لتلقي الشكاوى ده من عشرين عشرين تقريباً أولاً ما ده فعليته بالنسبة لكو أولاً وبالنسبة للسائح يعني في حالة زي اللي حضرتك ذكرتها هذا خط الشكاوى ده ملائم مناسب سريع فعليته أعلى؟ السريع أنا ما اختبرتوش الحقيقة عشان أكون صادق في الكلمة اللي أنا بقولها لكن لازم يختبر طبعاً مقدرش أقول إنه سريع ولا مش سريع ولكن يجب إنه يكون موجود ويكون موجود هنا في مشكلة كمان تانية هيكون موجود بأني لغة على موقع الأزارة بيقولوا باللغتين العربية والإنجليزية فدول يكفر تماماً لأن غلبية طبعاً السياح بيتكلموا يا عربية وإنجليزية فده كويس جداً هل فيه كثافة في الناس إنه بيردوا على التليفون؟ هل موجودين؟ طب هل لو دول أنا ما عرفش طبعاً التفاصيل لازم يكون عنده حد بيوصل له يقول له حصل كذا؟ فإيه اللي إحنا نعمله كخطوة إما عشان نتدرك الموقف أو نمنعه أو نعمل أي حاجة؟ فالكلام ده كله بيصل إلى أزان السادة المسؤولين وأرجو إنه يتخذ في الحزبان يعني إحنا عن تجربة عملية بقول عنها لكن المفروض إنه يتخذ على السلطات نفسها إنها تقرر إيه اللي تعمله أخيراً وسيزي الهامي حجم تأثر القطاع السياحي بالأزمة الاقتصادية الحالية وطبعاً من قطاع عدد كبير من السياح سواء الروس أو الأوكرانيين اللي هو كان بتعتمد عليهم السياحة في بعض المناطق في مصر حجم تأثر القطاع قد إيه؟ يعني طبعاً هو خبر كويس إنه نحن الحمد لله أولاً اعتمدنا على السايح الأوكراني والروسي قال كتير قال للإنه فيه جنسيات حلت مطرحه لكن كمان أهميته بقت أقل نسبية في الأهمية ليه بقى؟ إن السايح اللي بيجي على مصر اليومين دور وزايد جداً بشكل معدلات غير طبيعية هو السايح الإنجليزي أو الإنجليزي أو الأمريكاني أو الكندي أو جنوب أمريكا وعن قريب أستراليا طب ليه بقول ده؟ إن ده سايح بيجي لأسباب ثقافية بيزور الأثار عشان كده أنا مهتم بالأثار قوي وده بزاقح نسبة إنفاقه بتاعله ثلاث مرات لأربع أضعاف سايح اللي هو بيجي الغردقة وشرب الشيخ وكله داخل في البرنامج وما بيخرجش من الفندر هل أنا مش عاوزه؟ لا أنا عاوز ده وعاوز ده بس أنا دايماً بركز على سياحة الوادي الوادي النيل لأن دي هي أصلنا ودي أغنى سياحة زي طبعاً اللي طالع اليومين دول وده أنا بقوشي ديه سياحة المؤتمرات يعني إحنا أول الناس اللي عملنا مؤتمرات وكانت تاكحة لدن نفتكر المؤتمر سنة أربعة وتسعين بتاع الاتصالات ومؤتمر بتاع الولادة بتاع الدكتور ماهر مهران ده كان فيه ستتاشر ألف واحد من نصر سنة أربعة وتسعين ما كانش فيه موبايل أو أي حاجة وكانش أغال فالحمد لله إحنا عندنا كافة أنواع السياحة ممكنة أشكرك أستاذ إلهامي الزياد الرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحي شكراً جزيلاً للمشاركة على شاشة بي بي سي والشكر لكم مشاهدين الكرام انتهت حلقة هذا الأسبوع من بتوقيتي مصر بإمكانكم مشاهدة الحلقة كاملة على صفحة برامجنا بي بي سي عربي شكر لكم مرة أخرى والشكر لفريق عمل بتوقيتي مصر لكم تحياتي نسمة السعيد اشتركوا في القناة